موسيقى زيادة أجور عمال المعادن بنسبة 8.6% الاقتصاد النمساوي يسجل حالة ركود في الثلث الثالث للعام الشرطة النمساوية تحصل على هواتف وأجهزة لوحية شرطة المرور في فيينا تحذر من مخالفات مرورية مزورة ساعي بريد يسرق ألاف القطع البريدية لخمس سنوات وأكثر من ثمانية ألاف شخصا مصابا بالإيدز في النمسا أهلا بكم إلى تفاصيل النشر على النمسا ميديا وفي خبرنا الأول اتفقت نقابات العمال مع أصحاب شركات صناعة المعادن على زيادة أجور ورواتب العمال بنسبة 8.6% لمدة عامين مع إضافة 1% لتغطية التضخم في العام الثاني وبهذا يرفع والاتفاق الحد الأدنى للأجور إلى ما يصل لـ 2500 يو ألف يورو مع زيادة 10% للدخول المنخفضة وتدريجية للدخول العالية وتأتي هذه الاتفاقات في ظل تصاعد النزاع العمالي والتي وصفت بأنها الأشد منذ 60 عاما حيث تم التعويض عن التضخم ومنح دفعة لمرة واحدة غير مستدامة فيما لا تزال العديد من القطاعات تواجه صعوبات في الاتفاق على زيادة الأجور انكمش الاقتصاد النمساوي للمرة الثانية في الربع الثالث للعام 2023 حيث تراجع بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة السابقة وقال المدير العام للإحصاءات النمساوية توبياس توماس أن هذا التراجع لا يحمل مؤشرات السلبية كبيرة متوقعا انتعاشا خفيفا في الأشهر القادمة وأشار إلى تأثر الصناعة والنقل والتجارة بشكل رئيسي بانخفاض 4.2% و9% و7.6% على التوالي بينما شهد قطاع السياحة تحسنا ومع ذلك فإن عدة قطاعات ما زالت دون مستويات الأزمة السابقة مثل الضيفة والتجارة والنقل أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن تطوير تقني جديد في الشرطة ويشمل الإعلان استخدام هواتف وأجهزة لوحية وكاميرات للجسم وأشار كارنر لتجديد أسطول طائرات الهليو كيبتر حيث يأتي هذا ضمن خطة التجهيزات بميزانية تتجاوز 4.5 مليار يورو لتحسين الاستجابة وتعزيز الأمن العام وقال كارنر أن الشرطة تواجه تحديات مثل مكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية لذلك يجب التركيز على التطور التقني لتسهيد العمل اليومي للشرطة حذرت شرطة المرور في فيينا من طريقة جديدة في الاحتيال تستخدم مخالفات مزورة تحمل شعار الشرطة ورمز الاستجابة السريع QR code وقالت الشرطة في بيان أن المحتالون يتركون المخالفات على السيارات ويهدفون إلى الحصول على بيانات الضحايا حيث يطلب من الضحية دفع مبلغا ماليا بسبب ادعاء وهمي بارتكاب مخالفة وعند مسح الرمز يتم توجيهك إلى صفحة دفع تطلب منك إدخال بيانات حسابك البنجي وتنصح الشرطة بعدم الرد على مثل هذه المطالب والتحقق من صحة الرسائل اتهم موظف بريد في فيينا بسرقة ألاف الطرود البريدية خلال خمس سنوات حيث كان يقوم بتفريغ محتوى البريد واكتشف محققون في الشرطة الجنائية الفيدرالية الرجل البالغ من العمر خمسين عاما وهو يسرق ويرمي الرسائل حيث تم شراء ظروف وهمية وأثناء تفتيش شقة عثر على طوابع بريدية وبطاقات هدايا ومواد مزيفة وقد تسبب المتهم بألاف من اليوروهات من الأضرار ويواجه حاليا تهما بالسرقة والتلاعب بالبريد وتهما أخرى أخيرا سجلت النمسا وجود أكثر من 8600 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة الإيدز حيث سجل نحو 473 حالة جديدة العام الماضي ويخصص الأول من ديسمبر من كل عام يوما للتوعية بمرض الإيدز الذي يسجل ارتفاعا سنويا في الإصابات وكشف استطلاع في النمسا أن 21% يرون أن المصابين بالإيدز يشكلون خطرا على المجتمع فيما يخطئ الثلث في الاعتقاد بأن الفيروس ينتقل عن طريق التقبيل يعتقد 13% أنه قد ينتقل عبر الحشرات ويعتقد 12% بأن الفيروس ينتقل عند استخدام أدوات المطبخ أو في دورات المياه وتشير الحقائق إلى أن الانتقاد الأساسي للعدوى يكون جنسيا بشكل مباشر نهاية النشرة أشكر لكم حسن المتابعة لا تنسوا تطبيق تحميل تطبيق انفوكرات ليصلكم منا كل جديد كنت معكم على هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة بأمان الله اشتركوا في القناة